أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة جهود تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بما يتسق مع الدستور وتنفيذا للالتزامات الدولية جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري وخلال استقباله المديرة التنفيذية لمجموعة أورانج العالمية للاتصالات أكد رئيس السيسي حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع القومي العملاق الدلتة الجديدة وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى رقعة الجمهورية وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها مما يدعم قطاع الأمن الغذائي ويساهم في فتح أفاق التصدير وكذا توفير فرص العمل كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة كريستل هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات وذلك بحضور الدكتور عمر طلعط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب السيد ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة أورنج مصر والسيد جيروم هانيك المدير التنفيذي لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا اللقاء تناول استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة أورنج العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد رحب السيد الرئيس بالزيارة الأولى للمدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية إلى مصر موضحا سيادته حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر ومن ضمنها مجموعة أورنج العالمية وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر من جانبها أعربت المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية عن تشرفها باللقاء السيد الرئيس متوجهة بالشكر إلى سيادته على تذليل أي عقبات تواجه أنشطة المجموعة في مصر بما في ذلك إتاحة الترددات وبناء أبراج الاتصالات ومؤكدة أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات إنعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر على نحو يشجع أورنج على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بها خاصة من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة وزيادة التعاون في المشروعات القومية العملاقة لسيما في ظل كون مصر إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة أورنج وزيادة استثمارتها في قطاع الاتصالات في مصر خاصة في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على جانب آخر استعرض الدكتور عمر طلعط الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد اطلع السيد الرئيس على الجهود القائمة لتحويل مدينة المعرفة إلى منطقة اقتصادية حرة فضلا عن مبادرات وزارة الاتصالات للتنمية البشرية لسيما في مجالات البرمجيات وتسويق الإلكترونيات والتسويق الرقمي والأمن السيبراني والتحليل الرقمي بالإضافة إلى مبادرات تدريب الطلبة والخريجين الجدد لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف شرائح قطاع الاتصالات وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير الخدمات المميكنة للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الوقت مع تحقيق الدقة وذلك من خلال التوسع في شبكة الألياف الضوئية والإسراع بالتحول الرقمي للخدمات كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد سامح شكري وزير الخارجية الاجتماع تناول قيام السيد وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقد أشار السيد وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة في تنفيذ الاستراتيجية والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع